السلام عليكم كديري اللبس عليكم بيخين تمنوا تكونوا بيخيروا على خير مرحبا بيكم معنا في فيديو جديد ووصفة جديدة في قناتكم بشيوات الأخوات إلى أول مرة كتشاهدوا الفيديو اشتركوا معنا في القناة وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد فضلا وليس عمران ومرحبا بالأخوات اللي كان ضمننا جدا وشكرا بززا فعل الدعم ديالكم والحب ديالكم اليوم غدين شاركوا معكم جوج أنواع ديال العاصر لهذا الشهر المبارك الكريم كي يجيوا خاطرين فعلا والداد منعيشين شاهدوا معنا الفيديو من الأول حتى الأخر واشتعرفوا المكونات والطريقة سوف نبدأ بالصلاة والسلام على حبيبنا محمد العاصر لأول سوف نحتاج له هذه المكونات اللي سوف نحتاج له أستليا للغزيات المنجازة سوف نقشروهم بهذه الموس اللي يقشروا ونقطعوهم ونضيروهم في واحد الكاثرونة مع نسيطروا ديال الماء وواحد جوج معي لقات ديال السكر سانيدة سكر الخاشن هالولا ونضيفو الثانية ونضيفو السيترو ديال الماء وغادي نضيرو الخززو ديالنا تسلق فقم العافية نسلقوها وغادي نستمرو ننقيو لباقي المكونات عنا الفرز ننقيو نحيدو لدوكل الوريدات ديال الوريقات نحيدوهم نحتاجو اليوترو ديال العاصر يا مندارين يا بورتوقة اللي كشي المتوفر عندكم مهم هنا بعد مما عصرنا جميع الكيمية ديال المندارين اللي عندنا وستلق لنا الجازر كيفو ما كاتشاهدو غادي نستعملو ذاك الجازر به بالما ديال اللي سلقناه نديروه في واحد الغرف فاش غادي ننطحنو ونضيفو الفريز اللي اللي اسبق لنا قطعناه ونقينا مكعابات مع واحد البانانا كذلك حتى هي نضيفوها وغادي نبدأو ننطحنو كيفو ما كاتشاهدو غادي نزيدو بشوية بشوية عصر المندارين اللي عصرنا يوترو ونستمرو في التخلاط كي يجي خاطر هاد العاصر بها ديال الخيزز ومسلوقة مع ذاك البرتوقال والفريز والبانان فعلا كيجي عاجيب نحن بعد ما خلطناه مزيان وهذاك الشي نقاونا ننخلطوها هكا بشي نذاك اللي شوية اللي كانت تبقي لنا في الكاس بشي تخلط كل شي مع بعضياته وغادي ننغطيه بلاستيك غداي ونحتفظه بفتلاجة حتي برد مزيان ونقدموه نشربوه بالصحة والراحة هادا هو الشكل ديالو كيجي رائع ودابا غادي ننضوزو محضرو العاصر رقم زوج بالفريز هادا والاناناس هوا كيجي خاطر ريال بنا تجربوه ما غاديش تنضموه اللي عمرها ما جرباتو تجربوه وهنا هيا غادي نحتاجو الفريز كذلك 1-400 قرام 1-1.5 آناناسا وغادي نحتاجو اليطرو ديالعاصر للبرتوقال هنا غادي نبدو نعصروا البرتوقال يطرو وغادي ننضوزو نضيفو في الكاس اللي غا مطحنو فيه الفريز اللي نقينا 400 قرام ديال الفريز خطعنا همو كعابات كيف مما كاتشاهدو وغادي نضيفو لهم سكر 1-3 المعالق كبار ديال السكر ساني دا الخاشن الحلاوة كتبقى على حسب الضوء على حسب عور الفريز اللي كان حلو والاناناس كل شي كيلعب دور والبرتوقال كذلك ونضيفو عود كذلك الاناناس اللي قطعنا همو كعابات مقينها وقطعنا هم وغادي نضيفو واحد شوية ديال العاصر ديال البرتوقال باش نسهل علينا الطحين وغادي نبدا وكان نتحنو تحنو كل شي مزيان كيفما كاتشاهدو بعد غادي نبقى ونضيفو باقي العاصر للبرتوقال كجي رائع خاطر هاد الكمبيناسيون ديال الاناناس مع الفريز كتجي واعره ونستمرو بتخلاط كيفما كاتشاهدو حتى ننقسلي وقعد نضيفو ديال العاصر البرتوقال اللي عندنا ونضيفوه في واحد الكاس ونحتفظو بفتلاجة كذلك حتى يبرد ونقدموه ونشربوه بالصحة والراحة هادو هما جوج اشكال يلا العاصر اللي حبينا نشاركوهم معاكم لا بغيتو تديروهم في هاد الشهر المبارك الكريم هادو هو الشكل ديالو كيجي خاطر بالفريزو والاناناس نتمنى تكون عجبتكم هاد الجوج عاصر اللي قدمنا لكم اليوم وما بقالي نقولكم دمتم في رعاية الله السلام عليكم اشتركوا في القناة